لقاء رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو بأطر اللغة العربية لقاء انتظرته الأطر العربية في شات طويلة لعله يجيب على كثير من التساؤلات التي تدور حول وضع اللغة العربية في شات وكذا رقع التحديات التي يواجهها مثقف اللغة العربية اللقاء الذي جمع رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رئيس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو مع مختلف منظمات المجتمع المدني والجمعيات الناطقة باللغة العربية وأطرها أزحى كثيرا من علامات الاستفهام التي تحيطه بمستقبل لغة الضاد في شات لقاء استمر زهاء الساعة تقريبا قدم خلاله الدكتور عبدالقادر أب بكر منسق الأطر العربية كلمة شكل فيها رئيس الجمهورية على تنظيم هذا اللقاء الذي اعتبر بارقة أمل لتطبيق الازدواجية اللغوية على أرض الواقع والسماح للناتقين بالعربية بالدخول في المدارس الوطنية الحكومية وغيرها وطلب الدكتور عبدالقادر في كلمته من رئيس الجمهورية ضرورة مشاركة الناتقين بالعربية في عملية الحوار الوطني الشامل وكذلك إدراج مسألة الازدواجية اللغوية في بنود وتوصيات الحوار الوطني الشامل وفقراته ولم ينس الدكتور عبدالقادر أب بكر في كلمته باسم الناتقين بالعربية أن يقدم شكره لا متناهي لمشير شات الذي أعطى للغة العربية مكانتها رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو قدم خطابا سدد فيه تاريخ اللغة العربية ودورها في تقديم البلاد معربا عن شكره للذين كانوا وراء هذه المبادرة التي وصفها بالجيدة والتي تهدف إلى تقريب وجهات النظر في كثير من المشاكل العالقة مؤكدا دعمه لا محدود للغة العربية في جميع مراحلها وأضاف في كلمته قال أن الحكومة لا تستغني أبدا المثقفين اللغة العربية والذين لهم دور كبير في تنمية البلاد وقال أيضا أن الناتقين بالعربية هم جزء لا يتجزأ من جمهورية شات وأكرد على مطالبهم أكد أنه سيعمل على مشاركة الناتقين بالعربية في لجان المؤتمر الوطني للحوار الشامل وأكد أيضا على ضرورة فتح المجال أمام الناتقين بالعربية للالتحاق بالمدارس الوطنية كالمدرسة الوطنية لتهليل القضاء والمدرسة الوطنية للإدارة وغيرها من المدارس الوطنية التي ليست بها أقسام عربية وأداف فخامته من العمل يجري على قدم وساق من أجل فتح كلية الطب باللغة العربية لقاء يمكن وصفه بالوطني والذي يجده الناتقون بالعربية مصيريا في توحيد الصفوف والعيش تحت سقف واحد لأنه أزال الغيوم وقطع الطريق أمام المتسلقين والذين استعدون في المياه العكرة باسم اللغة العربية رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو طلب من الأطر العربية ضرورة تحلي بالروح الوطنية والمواطنة ونبز الجهوية والتفرقة والأمل معا من أجل مستقبل شات ونمائها وعدم الخضوء والسمع إلى صوت الباطل والتشويش الذي يروج لها المرجفون في المدينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل عرقالة مسيرتنا الوطنية وأضاف رئيس المجلس العسكري الانتقالي في كلمته الناتقون بالعربية هم أيضا حماد هذا الوطن ووجودهم يعتبر ركيزة أساسية في التنمية الوطنية ومستقبل شات وقال بأنه سوف يكمل ما بدأه مشورو شات في تطوير اللغة العربية وعلى شرف هذا اللقاء الأخوي الكبير نظم رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو مأدوبة غذاء إذانا بفتح نافذة جديدة من نوافذ النماء والتقدم